بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله نهاردة هنشرح لكم تركيب الجهاز التناسلي في زكرا الحمام يتركب الجهاز التناسلي من الخسيتين والناقل اللي بيفتحه في فتحة المجمو الجهاز التناسلي طبعا في الطيور عموما بيبقى بسيط التركيب مش معقد شوية زي السديات يعني بتختفي الغدد والخلايا المساعدة يعني بيقتصر التركيب على الخسية والوعاء الناقل والبربخ بس دولة أهم مكونات الجهاز التناسلي في زكرا الحمام بيبدأ طبعا تكوين الحيوانات المنوية في الخسية بيتم تخزينها في البربخ وهو بيبقى موجود في المنطقة دي كده بعد كده بيتم نقل الاحيوانات المنوية لعند التلقيح عن طريق الوعاء الناقل اللي هو ده تفتح هنا في المجمع طبعا طبعا هنا بيبقى فيه اللعاء الناقل بيبقى مسدود بيتفتح عند حدوث عند عملية التلقيح بس طبعا الحمام ما بيحتويش على أي عضو تلقيح الحيوانات المنوية بتنتقل من الزكر إلى الأنسة عن طريق الالتساق المباشر لفتحة المجمع بتاعت الزكر مع فتحة المجمع بتاعت الأنسة بيحصل الانتقال مباشر لحيوانات المنوية إلى قناة البيض مباشرة بدون وجود أي عضو تلقيح طبعا الفراخ أو الدجاج بيبقى فيه عضو تلقيح أسري وبيبقى ظاهر وواضح شوية في الرومي والبط وبيبقى واضح جدا يعني في النعم الخسية عبارة عن شكل يعني كده زي حباية الفصولية بس أصغر شوي لونها أبيض مسفر كده أو لون سمني بتتكون عبارة عن نسيج دام بيحتوي بداخله على مجموعة كبيرة من الأنابيب المنوية اللي وظيفتها تكوين الحيونات المنوية الأنابيب المنوية دي بتحتوي على نوعين من الخلايا فيه خلايا جرسومية وخلايا سيرتولي دي اللي وظيفتهم تكوين الحيونات المنوية بين الأنابيب المنوية دي فيه خلايا بينية بتسمى خلايا ليدج وظيفتها افراز هرمون التستيسيترو الهرمون ده وظيفته ازهار الصفات السنوية الزكريا للذكور لانه هو الهرمون ده يفرز في كل الذكور سواء السديات او الضيور الخسية بتبقى موجودة في الضيور داخل تجويف البطن على جانبي العمود الفقر تقريبا كده بتبقى ملتسقة بالكلية الخسية في داخل تجويف البطن طبعا هتبقى درجة حراريتها عالية فالدرجة الحرارة العالية دي اللي هي درجة حرارة الطائر هتمنع تكوين الحيونات المنوية فعشان كده كل خسية بيجويرها زوج من الأكاس الهوائية ووظيفتهم انهم يخففوا درجة حرارة الكلي بمقدار درجة حرارات الخسية بمقدار أربع درجات مقوية تقريبا عن درجة حرارة الجسم ده اللي بيسمح بتكوين الحيونات المنوية بطريقة سليمة ده ده بالنسبة لتركيب الجهاز التناسلي الجهاز البولي بسيط جدا طبعا هو بتكوين من كليتين زي ما نشايفين كده على جانبي برضو العمود الفقري الكليتين دول كل كله بيخرج بيخرج منها حالب الحالب ده بيفتح في فتحة المجمع مباشرة كل كله طبعا بتتكوين من سلاسة فصوص بيبقوا موجدين في زي في تجويف كده في ظهر الطائر بيبقوا ملاحظين جدا يعني نظيف تلك كله طبعا هي استخلاص الأملاح وأملاح اليوريا وتنقية الدم من من السموم اللي هي بتبقى موجودة فيه بيتم بيتم إفراز البول طبعا مع البوراز في الضيور اني ما فيش جهاز مفصل لأخراج الأملاح البوريك في الضيور زي السديات كده لما بيبقى فيه يعني جزء مسؤول عن أفراز البول لوحده والبراز لوحده أهم المشاكل اللي بتحصل وبتخلي زكور الحمام عقيمة أول حاجة وأخطر حاجة اللي هي الإصابة بالأمراض وخاصة مرض السلمونيلا لو حصل إصابة للخسية بالسلمونيلا وصلت السلمونيلا للخسية بتسبب العقم على طول لطائر لزكرا الحمام فتوقف عن إنتاج الحيونات المنوية بس هو ما بتوقفش عن عملية التلغيح فتلاحز أن البيض بيطلع على طول غير مخصط مع أن فيه حدوث عملية التلغيح لكن ما بيبقاش فيه تكويل الحيونات المنوية فالبيض بيطلع غير مخصب ده بيطلع البطين مش بيضة واحدة لو في بيضة مخصبة وبيضة غير مخصبة يبقى دي يبقى ما فيش مشكلة هنا والطائر بينتج حيونات منوية السبب الثاني اللي ممكن يخلي الطائر أو زاكر الحمام عقيم اللي هو أو أنه يفشل في تكويل الحيونات المنوية يعني من درجة الحرارة المرتفعة لو ما بتزيد درجة الحرارة في الصيف أكتر من 45 درجة مقوية بنلاحظ أنه في نسبة كبيرة من البيض بتطلع بدون أخصاب ده بيكون نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فدي بتعطي العملية تكوين الحيونات المنوية السبب الثالث اللي هو التغزي طبعا التغزي لها دور أساسي في تكوين الحيونات المنوية فلازم العليقة بتاعت الطائر يتوفر فيها الفيتامينات والأملاح والبروتنات وكل ما يرزم لتكوين الحيونات المنوية بصورة سليمة فلو فيه خلل أو فيه نقص في اليتامينات والأملاح بيلاحظ أني بتطلع الحيونات المنوية يعني عددها قليلة وجودتها قليلة جودتها مخفض أو ممكن يحصل في تشوهات بتمنع عملية الأخصاب أو بيبقى فيها نسبة كبيرة من الحيونات المنوية ميد هذه تقريبا معظم الأسباب يعني اللي بتعدي لترويق البيض في الحمام ده شرح مغسط لتركيب جهاز التنسلي في ذكر الحمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته